المسلم دائما يتكلم بالصدق لا يتكلم بالكذب لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب صعاب السلام يهدي إلى الفجور وفجور يهدي إلى النار لابد أن تتحرص تحرص ألا تتكلم إلا بصف حتى ولو كان مازحا يبتعد عن الكذب حتى ولو كان مازحا سيئ إلى الفجور وفجور يتكلم بالصدق اشتركوا في القناة